اشتركوا في القناة احنا كاتبين لكم فوق نون صغيرة مشان تقرؤوها ننجي ماذا لازم نقرأها ننجي ليش كاتبين اكتبوا النون العجيب العجيب ان النون التي حذفت في الوقت اللي كان الله يتكلم عن ذي النون حذفت النون والغريب انه في صورة القلم لما قال نون والقلم وما يسطرون قال صاحب الحوت صاحب الحوت ولذلك انا ارى انه نون هو الحرف لانه لاحظوا نون والقلم وما يسطرون نون انه هو الحرف والقلم والكتابة وما يسطرون القلم الاداء النتيجة ايش عندنا الكتابة وايش عندنا الاساس الحرف طب اشمعنا الحرف النون طب وليش يونس ممكن يكون هو ذن نون خصوصا اذا كان نفترض انه هو مخترع الابجدية هذه الان فرضية اذا كان هو مخترع الابجدية على فكرة اللي العالم كله الان يتعامل فيها الابجدية اذا هو مخترعها او واضعها معناته صارت يعني تنسب له نسبة ايش نسبة قوية يصح نقول فيها ذن نون شك ذن نون لانه صاحبها مش مصاحبة مخترعها وواضعها ويوصف بها يوصف بها ذن نون طب لماذا النون انتبهوا الان طب وليش صار الحوت يسمى نون انا شكك انه هو اصلا نتيجة انه ذن نون صارت صحبة بينه وبين الحوت فترة زمنية معينة صاروا يسموا الحوت نون يعني ممكن اخذوا الاسم النون الحوت من ايش من قصة يونس قصة يونس اللي هو اصلا واضع الحرف طب ليش الحرف النون بالذات ليش حرف النون بالذات ذن نون خلينا شوية الفة انتباهكم لمسألة مهمة وهي انه الان تقريبا اتجاه الدراسات في العالم انه ام اللغات كلها اللغة العربية واقرب لغة الى اللغة السامية الام العربية بدي تلاحظوا انه في العربية في العربية لا يوجد حرف فيه تصريفات اللغة مثل النون لاحظوا بحيث صار يمثل هو اللغة يعني لاحظوا تنوين الفتح تنوين الضم تنوين الكسر رحيم رحيما رحيما طيب ممتاز هيفرقنا في ايش هذي تصريفات نون بعدين الجمع الوا والنون او الياء والنون وعندنا الالف والنون في المثنى وعندنا بحذف النون واثبات النون في الاعراب حذف النون اثبات النون نون الوقاية نون النسوة نون التوكيد نون 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 ايش ايش في حرف ثاني اعطوني حرف ثاني اعطوني حرف ثاني فيه تصريفات اللغة الام اللي هي ام كل اللغات ام كل اللغات على فكرة ايش بمثلها نون ولذلك اعملنا ما يلي في الدرسات وانا سبق اشرت انتبهوا القرآن الكريم ستة الاف متين وستة وثلاثين اية بمعنى كل اية تنتهي بكلمة كل اية تنتهي بكلمة هذه الاية التي تنتهي فيها الكلمة اسمها فاصلة اسمها فاصلة والله بما تعلم بما تعملون عليم عليم فاصلة عليم فاصلة طب قلوا لي الان اكم فاصلة في القرآن ستة الاف متين ستة وثلاثين لما عملنا دراسة احصائية وجدنا اكثر من خمسين في المية بشوية من فواصل القرآن تنتهي بنون وباقي الحروف التسعة واربعين في المية وهذا مش حاسبين الا النون المثبتة شو يعني مثبتة في الرسم يعني ما حسبناش عليما 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 حكيما 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 هذا الساعة لو حسبناها موضوع تاني فواضح انه النون وعلى فكرة يعني ملاحظة هيك لطيفة في سورة يونس سورة يونس الآية ثمانية وتسعين فقط فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين هذه الآية ثمانية وتسعين والسورة مية وتسعة فاصلة يعني مية وتسعة آية السورة مية وتسعة ثمانية وتسعين بنتهي بنون شوف الآية اللي فيها إلا قوم يونس الآية ثمانية وتسعين طب أكم آية في سورة يونس متنتهي بنون ثمانية وتسعين من أصل مية وتسعة من أصل مية وتسعة الآن في دراسات حول هذا الموضوع عندنا شكوك قوية في إلا إثباتات طبعا مش وقتها هون انه على ما يبدو انه يونس عليه السلام له علاقة بوضع الأبجدية شوفوا مثلا من بعض المسائل بجزء ذي تدهشكم بس بتقولوا مصادفات بس لما نجمع مصادفات طويلة عدد آيات سورة يونس مية وتسعة مية وتسعة فيش غيرها مية وتسعة فيه مصحف البين إيديكم مية وتسعة اجمع الأرقام من واحد لمية وتسعة بطلع خمسة تلاف تسعمية خمسة وتسعين خمسة تلاف تسعمية خمسة وتسعين وقيمة الجمل في الحروف كلها أبجد هوز كلها كمان مالا طبعتوا كيف؟ اجمع قيم الحروف أبجد هوز كلها بطلع خمسة تلاف خمسمية خمسة تسعمية خمسة وتسعين اللي هي مجموعة آيات سورة يونس تفاصيل فيه تفاصيل بتفاجئت جعلتنا الآن ننتقل من طور الفرضية النه يونس هو اللي واضع الأبجدية إلى طور الآن النظرية فيه عندنا ملاحظات كثيرة لذلك طب ليش النون؟ أولا النون يمكن هو لما أراد أن يضع الأبجدية أول ما بدأ بالحرث المهم اللي شفتوه أنتو بصورة النون ما كانش في وقتها تنقيط صورة النون إذا بتلاحظوا معظم الحروف الحروف إيش؟ هي نون متصرف فيها الباو مثلا با تا سا تشبه النون ولا بتشبه با تسا طيب جيم حاخة بلا هاي النون بس بشوية جيم حاخة دال والذع دال ذال طيب وره نبسطها شوية ره وازاي السين السين هي النون بس بتضفلها بهذا الشكل والشين برضو السين شين والصاد النون بتضفلها طريقة الضاد النون بتضفلها صاد ضاد والطه الطام هي ما كانت زمان مغلقة كانت معوجة كثير ط ض عين العين برضو النون مقلوبة بتضفلها شوي بتضفلها كمان صغيرة عين غين فاقافكة آه بس في الأخير القاف مثلا لخبه هي نون بس شوية الفا بسطها زي الباو شوية آه يعني واللام بتطول عصاتها خلص نون بتطول عصاتها من هون يعني ممكن هو ابتداء لما وضع الصورة الأولية اللي بدو اشتق منها كل الحروف انه ممكن يكون وضع ايش النون وضع النون وذاك لفت انتباهكم انه وذا النون كذلك ننجي تحذف النون هي هذي اللي لفتت انتباهنا على فكرة اللي لفت انتباهنا حذث النون ليش عذفت النون قلنا ليش عذفت النون وهو ذو النون اذا كأنه بدو شير لكنا الحرف مش للحوت طيب ومشان يبين لك هذا الكلام نون والقلم وما يسترون صاحب الحوت بس هاي نون والقلم وما يسترون الحرف